لكن اللي عاوز اقوله بالنسبة للمسيحية انه حربنا مش مع بشر لانه احنا منحب الناس اهلينا هم في الشرق الاوسط وشعبنا احنا شعب واحد بس لما فيه ظلم ولما فيه عدم العدالة طيب اش معنى الغرب عم بحارب الصين وشو التعبير ان الصين عم تضطهد الاسلام في داخل الصين تصور فاتخيل لو عاوزين يقولوا لأي بلد انتو عم تضطهدوا المسيحين لكن فيه شيء في المسيحية طالما المسيح مكروه يكره فإذا كنيسته أيضا مكروه هذا اندل على شيء بدل انه لازم احنا خلاص تنتفض مش انتفاضة سياسية لا تصلي وتصوم وتطلب الرب لانه لما بيجي الرب يسوع احنا عارفين الكلمة الاخيرة لاله وعارفين انه النصرة النهائية هي للرب يسوع المسيح وهذا ايماننا مش رح يتزعزع ابقوا معي سأعود لاستكمل حديثي بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة